السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معلمة غيداء المصري مدرسة زهرة الأشرفية الخاصة حسنا اليوم مع الصف السابع ودرسنا الثانية سابع بعنوان قارات العالم القديمة حكينا عن هذه الوحدة باسم النظام الطبيعي حكينا بالدرس الأول عن المحيطات والآن بدنا بهذا الدرس نتحدث عن قارات العالم القديمة طبعا يامس قارات العالم القديمة عندي ثلاث قارات نهي آسيا إفريقيا أوروبا وهي من القارات عرفت بالقدم لأنها هي من القارات التي عرفها الإنسان منذ القدم وفيها نشأة العديد من الحضارات القديمة وحكينا بدرسنا الأول المحيطات أن الكرة الأرضية كانت عبارة عن قطة يابسة واحدة وهي قارة بنجاية ومحيط واحد وهو المحيط العظيم ثم صار في عندي تصدعات بسطح الكرة الأرضية فأدى إلى تشقق هذه القارة قارة بنجاية وتشكل عندي سبع كتل يابسة وخمس محيطات بالإضافة إلى البحار الموجودة على الكرة الأرضية فالإنسان بداية عرف قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا مع الكشوفات الجغرافية بدأ أن يكتشف باقي القارات الآن درسنا عن آسيا وإفريقيا وأوروبا بداية قارة آسيا طبعا معظم قارة آسيا تقع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية شمال شرق الكرة الأرضية هي عبارة عن قارة آسيا وهذه القارة تحيط بها المياه من ثلاث جهات عندي المحيط الهادي من الشرق والمحيط المتجمد الشمالي من الشمال والمحيط الهندي من الجنوب طبعا في عندي مسطحات وعندي أشكال أرضية في قارة آسيا من ضمنها يوجد فيها أكبر بحر مغلق في العالم مغلق يعني أنه ما إلو أي منفذ وهو بحر قزوين وعندي برضو قارة أسيا بتحتوي على أخفض بقعة في العالم وهي البحر الميت بالإضافة أنه هاي القارة يفصلها عن قارة أوروبا غربا جبال الأورال ويعني هي ملاصقة للأوروبا لكن بيفصلها من جهة الغرب جبال الأورال وكمان أنه عن قارة أفريقيا بيفصلها شبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر ومضيق باب المندب الآن راح نشوف هاي الأمور على الخريطة طبعا بسبب اتساع مساحة القارة جميع أشكال السطح بتتمثل فيها بسبب كبر هاي القارة إذن في عندي العديد من الأشكال سطح الأرض فيها هلأ حكينا يا ميس أنه فيها أكبر بحر مغلق حكينا فيها أخفض النقطة اللي هي البحر الميت حكينا شو بيفصلها عن إفريقيا عن أوروبا لأنا نشوف أشكال سطح الأرض فيها السهول بداية وعندي السهول تقسم إلى أربع أنواع سهول شمالية سهول شرقية سهول الأنهار الكبرى في الجنوب وسهول ساحلية هلأ السهول الشمالية اللي هي بطلق عليها سهول سيبيريا وعندي سهول الأنهار الكبرى اللي هي بتكون موجودة حوالين الأنهار مثل سهول دجلة والفراط في العراق أما الشكل الثاني من أشكال سطح الأرض وهو الجبال وتقع في قارة آسيا أكبر سلسلة جبلية حكينا أن الجبال فيه عندنا أعلى أكبر سلسلة جبلية موجودة في قارة آسيا وهي سلسلة جبال الهامالايا وفيها أعلى قمة جبلية لقمة إفريست اللي بيبلغ ارتفاعها 8848 متر فوق مستوى السطح البحر أما الشكل الثالث اللي هو الهضاب وهي الهضاب بتكون إما شكل كتلة مرتفعة مستوية السطح أو إنها بتظهر على الشكل سلاسل ممتدة وأهم هذه الهضاب الموجودة في قارة آسيا هذا بتشبه الجزيرة العربية الآن عنا يا سادس هاي الخريطة عفوا يا سابر هاي الخريطة أمامك لقارة آسيا خريطة قارة آسيا حكينا إنه قارة آسيا في النصف الشمالي الشرقي من الكرة الأرضية وحكينا إنه المحيط الهادي من الشرق يحد قارة آسيا وعنا من الشمال المحيط المتجمد الشمالي ومن الجنوب المحيط الهندي وعنا إنه فيها نتبه معاي هون أكبر بحر مغلق اللي هو بحر قزوين وإنديا ميس كمان إنها أخفض بقعة بحرية موجودة عندي في الأردن هي البحر الميت وبيفصلها عن قارة إفريقيا سيناء والبحر الأحمر ومضيق باب المندب أما بيفصلها عن أوروبا جبال الأورال جبال الأورال بيتفصلها عن أوروبا وعندي كمان أهم المعلومات فيها قمة جبل الإفريست هون هون عنا جبال الهاملايا اللي في قمة جبل إفريست عندي هذا بتشبه الجزيرة العربية إذن هاي أهم المعلومات اللي موجودة في قارة آسيا طبعا هون بحر قزوين هون بتكون عندي سلسلة جبال الأورال بتفصلها عن أوروبا الآن ننتقل على القارة الثانية وهي قارة إفريقيا طبعا قارة إفريقيا يحدها من الشمال البحر المتوسط بيفصلها عن قارة أوروبا ومن الشرق البحر الأحمر بيفصلها عن قارة آسيا ويحدها عن محيط الأطلسي غربا ومن محيط الهندي جنوبا إفريقيا وآسي بتقتربوا من بعضهم بعد عندما ضيق باب المندب وتقترب إفريقيا من قارة أوروبا عندما ضيق جبل طارق وجزيرة سقلية أهم جزر أفريقيا هي جزيرة مدغشقر وجزر القمر اللي هي عبارة عن دول عربية هلأ في عندي العديد من المعالم الطبيعية في قارة أفريقيا عندي الصحارة الحارة كالصحراء الكبرى في الشمال عندي كمان مرتفعات جبلية مثل مرتفعات جبال أطلس شمال الغرب القارة عندي السفانة والسفانة هي عبارة عن أراضي عشبية بتعيش فيها معظم الحيوانات البرية وعندي ألغابات المطيرة اللي هي تنتشر في وسط القارة عندها خط الاستواء وعندي منطقة البحيرات الأفريقية وعندي قارة أفريقيا بعيش فيها العديد من الحيوانات مثل الفيل، النمر، الأساد، الزرافة إذن إحنا منشوف هاي الأمور في طبيعة أفريقيا هاي عندي خريطة لقارة أفريقيا عنا هون يا سابع البحر المتوسط والبحر المتوسط اللي هو بيفصل بحد القارة شمالا هاي عندي مضيق جبل طارق اللي بيفصل قارة أفريقيا عن قارة أوروبا هاي البحر الأحمر وهاي مضيق باب البندب اللي بيفصل بين أفريقيا وآسيا وعندي المحيط الأطلسي اللي بحدها من جهة الغرب المحيط الهندي من جهة الشارق وعندي من جهة الجنوب بالإضافة إلى البحر الأحمر فيها جزر هاي عندي جزيرة مدغشقر وعندي جزر القمر هون مدغشقر وهون جزر القمر وهي الصحراء الكبرى وهي جبال الأطلس الآن ننتقل لثالث قارة وهي قارة أوروبا تحت قارة أوروبا آسيا شرقا المحيط الأطلسي غربا والبحر المتوسط جنوبا والمحيط المتجمد الشمالي شمالا هل تتميز سواحل قارة أوروبا بالتعرج وهذا ساعدها على أنه يكون في عندها موانئ طبيعية ويكون في عندها الكثير من الجزر وسهولة الاتصال بالعالم الخارجي طبعا عندي تنوع في تدريس قارة أوروبا في عندي جبال مثل جبال أوروبا اللي بتمتاز بالارتفاع وبيغطيها على مدار السنة بيغطي قمامها الجليد في الشتاء وعندي كمان الهضاب مثل الهضاب اللي بتمتاز وسط القارة من الشرق إلى الغرب وعندي السهول مثل السهول الساحلية اللي بتمتاز بأنها واسعة مثل سهول المحيط الأطلسي وعندي سهول فايضية هاي أهم المعالم الطبيعية الموجودة في قارة أوروبا وهاي عندي خريطة لقارة أوروبا حكينا تحدها من الشرق آسيا ومن الغرب المحيط الأطلسي الأطلنطي والبحر المتوسط جنوبا والمحيط المتجمد الشمالي من الشمال وحكينا إنها بتمتاز بكثرة التعرج عندي العديد من الجزر فيها وعندي إلى وجود الموانئ فيها طبعا هون عندي الجبال اللي بتفصل أوروبا عن آسيا وهي جبال أورال وعندي كمان يامس أهم الهضاب فيها والسهول وحكينا إنه جبال أوروبا كلها بتتميز بإنه قمامها بيغطيها الجليد طول الشتاء وبسبب قلبها كمان من المحيط المتجمد الشمال بهيك بيكون انتهى درسنا لليوم منتابع محفظ الفيديو منشوف الخريطة الموجودة عندك بكتابك يا سابع حتى أنك أنت تعرف وين أماكن المعالم الطبيعية اللي بنحكي عنها على القاراتة الثلاث ودرورة تحفظ التلخيص وإن شاء الله سأحدد واجب على الجروب يعطيكم العافية